أكد العهل الأردني المالك عبدالله الثاني أن الحرب في غزة يجب أن تتوقف داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للقطاع جاء ذلك خلال لقائه أعضاء من مجلس الشيخ الأمريكي على همشي مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا كما جدد العهل الأردني رفض بلاده لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا مشيرا إلى أن ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنسانية وتنول اللقاء التطورات في غزة إذا حذر من خطرة الهجوم الإسرائيلي على رفح المقتضى بأكثر من مليون نازحا جراء الحرب الدائرات في قطع غزة